عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات إن الخبر قد يؤكدوا بأكثر من مؤكدين لا للدلالة على الإنكار وإنما لأمور إما لتقوية المؤكد وتعظيم شأنه فهو كما ذكر هنا لتقوية الكلام والتنبيه عليه فليس كل خبر يؤكد بأكثر من مؤكدين يدل على الإنكار كذلك هذا ينطبق على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوههم